أهلا بكم متابع اليوم السابع في كل مكان والتغطية خاصة وهمة بنقدمها لحضراتكم من تلفزيون اليوم السابع وتحديدا من داخل صالح جرائم التنقيب عن الآثار بنتابع مؤخرا من خلال الأخبار المختلفة فقدان البعض لحياتهم نتيجة التنقيب عن الآثار القصة بتبدأ بالرغبة في الثراء السريع وتكوين الثروات بطرق غير شرعية ولكن بتنتهي زي ما احنا بنشوف بالموت بطريقة بشعة جدا حوادث كتير تبعناها خلال الفترة الأخيرة من المحافظات المختلفة حول العثور على جثث لضحايا التنقيب عن الآثار بطرق غير مشروعة ولكن مدريب أن هذه الحوادث منتشرة بشكل أكبر في محافظات الصعيد إيه سبب في تكرار الحوادث دي وإزاي الجهات الأمنية بتتعامل معاها؟ تفاصيل كتير هيوضحها لنا زملنا الأستاذ محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع في البداية برحب بك يا أستاذ محمود عايزين يعني في البداية نعرف تحكي لنا أكتر إيه اللي بيحصل في أسوان تحديدا والسنوات الأخيرة تكررت جرائم التنقيب عن الآثار بطرق غير مشروعة في أكتر من محمزة وخصوصا في أجنوب أهلا ونسلام بحضرتك وكل السادة المشاهدين زي ما قلت حضرتك فعلا هوس البحث عن الآثار أو هوس التحقيق الصراء السريع دايما بيقود الخارجين عن القانون للتنقيب عن الآثار والإحلام في تقنية سراوات سريعة لكن سرعان ما تتحطم هذه الأحلام على صخرة اليقظة الأمنية اللي بتقدر تضبط هؤلاء المتهمين وهؤلاء الخارجين عن القانون حضرتك بنات الأسوان فعلا أسوان كانت من أكتر المقبضات اللي سجلت جرائم في مثل هذا النوع من الجرائم هسكر حضرتك يمكن مثال أخير كانت حدثة كبيرة حصلت خلال الأيام الماضية كان ثلاث أشخاص ينقبوا في منزل أحدهم في منطقة جبلية في إحدى قرى محافظة أسوان وبعد ما وصلوا العمق الجديرة على حوالي مسافة 12 متر تحت الأرض بدأ الحفرة تنهار عليهم وللأسف الثلاثة فقدوا حياتهم بدأوا أهليهم ببلغوا الأجهزة الأمنية اللي بدأت تتعرك وبدأت تبلغ الأجهزة المعنية كلمة عن الحماية المدنية وأجهزة المحافظة اللي حاولت تنتاشي الجثث هؤلاء الأطفال بالفعل وجدت صعوبة كبيرة خاصة أن المنزل كان موجود في منطقة جبلية للأسف بعد عملية بحث استمرت حوالي شهر الكامل بنتكلم عن 30 يوم الأجهزة المعنية قدرت أن تستخرج الجثث الثلاثة وللأسف هؤلاء الكسس كانت نتحللها أنا زي ما أقول لحضرتك يعني دايماً الناس بيتخلم بها السراء السريع لكن ما بتفكرش في الناحية الثانية الناحية الثانية اللي دايماً قبما تنتهي بأمر من الأمرين إما الشخص بيفقد حياته أو على الناحية الثانية إما بيتم القبضة عليه ده حقيق طيب إزاي الجهات الأمنية بتتعامل مع هذي الجرائم هل بيكون في مثلاً إجراءات اختباقية لمكافحة طبعاً كل من ينقب عن الأثار أم أن الإجراءات بتبقى بعد ما يتم الكشف عن الجريمة ويبدأ بتبدأ قوات الأمن يعني بتبحث بقى عن الجثث زي ما احنا شفنا في أسوان دي أفنم الأجهزة الأمنية ما بتشتغلش على رد الفعل وإنما بتشتغل على الفعل نفسه والأجهزة الأمنية دايماً سابقة قطوة ففي هذا الأمر بيتشتغل على محورين أساسيين المحور الأول وهو المعلومات الأجهزة الأمنية من خلال المصادر السرية الموجودة في كل منطقة من المناطق الجغرافية والمحوظات المختلفة اللي بتقدر تكون معلومات عن وجود بعض الأشخاص اللي بنقبوا عن الأثار ومن ثم تبدأ الأجهزة الأمنية تتحرك فوراً لوقت هذه الجرائم مقابلة وقاحها وبتم ضبط عدد كبير في مثل هذه الجرائم المحور الثاني اللي تبدأ تشتغل عليه الأجهزة الأمنية وهو بلاغات المواطنين من جيران الأشخاص خاصة في الأماكن الريفية والأماكن في القرى والنبوع الناس كلها بتتبع عرفها بعضها وعملية التنقيب بتتبع ظهرها بشكل كبير للجيران وما سمى الجيران بيتدوي بيوغوا الأجهزة الأمنية والأجهزة الأمنية بتعمل شيء أهم جداً وهو الحفاظ على سرية المبلغين حتى لا يتعرضوا للخطر وما سمى بتشجع الناس على أنها تبلغ على مثل هذه الجرائم عن طريق المحورين بقول الأجهزة الأمنية بتقدر تتصدب شكل كبير جداً مثل هذه الجرائم طيب من خلال متابعتك لجرائم التنقيب عن الأثار طبعاً باعتبارك متخصص في الحوادث أستاذ محمود إيه أغرب المواقف اللي ممكن تكون مرت عليك خاصة بجرائم التنقيب عن الأثار؟ مواقف غريبة جداً يمكن من أغربها الناس اللي بتفقن حياتهم تحت الأرض لكن أنا أتذكر في إحداث المواقف كانت فيه وقع غريبة فيه للصعيد تحديداً في محافظة الأثار إنه مواطن يعني ما حفرش كبيرته عشان يوصل لأثار نفسها ولكن حفر سرداد يعديه من البير لمعبد يعني عجداً نفق تحت الشارع وكانه بخطط لمشروع كبير علشان يوصل لمعبد النحية التانية خد وقت كبير جداً على ما بل وصل للمعبد وأول ما وصل للمعبد كان لأجهزة الأمنية تنتظاره وتم قبط هذا الشخص والقبض عليه لأن الأسف وراء هؤلاء المبتامين دايماً بيقف تجالين ومشعوذين اللي بيطلعوا الناس بوجود أسوار بوجود قنوزة سريع وأن هذه الضغطيات بتنقل حياتهم من الحياة العادية إلى حياة كلها سراء سريع وحياة كلها غنى فالناس تبدأ تشتغل على هذا الأساس يمكن كمان بيلجأوا لفكرة المشعوذين على اعتبار أن المقابر الفرعونية وبما تكون مخصنة بشيء من السحر الفرعوني يعني وطبع كله دجل في النهاية وبتنتهي بقصص مأساوية إما الموت إما القبض عليهم طيب ده حقيق أستاذ محمود بالنسبة لإحصائيات حوادث التنقيبة عن الأثار ماذا عن الأرقام بالنسبة لهذه الحوادث؟ أنا أخبرني لو تلك الأرقام هي أرقام صادمة للغاية الرقام اللي عندنا الأرقام الرسمية بتقول أن خلال هذا الأسبوع خلال سبع كيام فقط تم ضبط 3364 قضية قياز التأثار وتنقيب عن الأثار هذا الرقم هو رقم مخيف للغاية هذا الرقم يؤكد أن هذا الرقم على سبع كيام إذن عندنا حوالي 480 قضية اليوم الوعدد خلال 24 ساعة وهو رقم مخيف جداً وهو رقم يؤكد مدى ما وصل إليه عقول بعض الناس خاصة الأشخاص زي ما قلت حضرتك من شوية اللي بيجروا وراءه ومشعوزين والتجاهيون والصراع السريع بحسن عن الأثار فهي أرقام مخيفة جداً وأرقام مرتفعة جداً ورقم الأجهزة الأمنية بيكون بدون كبير لكن بعض الناس لسه عالياتها صغيرة لسه عندها أمل طيب بالنسبة للمحافظات الأكثر تنقيباً عن الآثار دايماً بتكون في المحافظات الأثارية يعني نتكلم على محافظة الأقثر أسوان الحد الماء الفيوم هناك بعض التنقيب في محافظة الإسكندرية دايماً المشاوزين أو المنقبين على الأثار زي ما قلت حضرتك بيدوروا في الأماكن الجغرافية اللي فيها أثار قريب من معبد قريب من مكان أثري فدايماً ما بيدنقبش اعتباطه ولكن بيدنقب قريب من الأماكن الأثارية بحثاً عن كنوس كبيرة أو عن تابوت أو عن سرداب أثري تكون فيه غزير في القطع الأثارية عشان أطارها هيقدر نحصل على مبالد ضائلها طيب أقصى عقوبة للمنقب عن الأثار بطريقة غير مشروعة بتكون إيه؟ العقوبة بتبدأ من السجن خمس سنين وبتنتهي إلى سبع سنين على حسب الطبية وعلى حسب الكمية وعلى حسب نوع التنقيد كل قضية بتختلف من نوعها لكن العقوبة هنا بنتكلم على من خمس سنين إلى سبع سنين سجن بالإضافة إلى غرامة حوالي 800 ألف كن طيب حضرتك بتقول أن المبلغين عن المنقبين عن الأثار بيتم الحفاظ على سرية المبلغين بدون ذكر أسماءهم هل بيكون فيه كمان مكافآت المواطنين بيعتروا على أثار بيسلموها للجهات المختصة؟ بالفعل طندم الأجهزة الأمنية أو الأجهات المعنية بصرطة عامة زي ما تكلم عن وزارة المياحة والأثار بيتحاول تحفز المواطنين أي حاج بيبيعصر على الأثار بشكل صوته بيسلم أو بيبلغ الجهات المعنية أنه أثناء مثلا إقامة منزل أو أثناء أي شيء عثر على أثار أو شك أن هذه المنطقة الأخرى بالتأكيد الجهات المعنية بتخصص مكافآت مالية تبيرة ومكافآت مالية بتشجع الناس على أن هذه الكنوز الأثارية أو التاريخ والحضارة المصرية تذهب إلى مصارها الطبيعي وده ناحية تانية بتوئد الجرائم التنقيب عن الأثار ده شيء مفروغ منه أستاذ محمود نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع أشكرك شكراً من دزيلاً وشكراً لطيب المتابعة متابعينا عدتها بير فقرة الزميلة إسراء عبدالقادر وقدمتها عليكم نسرين وفؤاد وانتظرونا دائماً في متابعة إسراء على مدار الساعة في اليوم السابع للقاء